اشتركوا في القناة المكتب الإعلامي لسموه تحت شعار خلك وحش في فبراير الماضي والتي وجه سموه بتخصيص رعيها لدعم مرضى السرطان والتي تأتي ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجالين الرياضي والإنساني وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات جلالة العهل المفدى حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته بدوام التوفيق والنجاح للجميع وعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة للجهات لدعم مبادرات سموه لسيما بطولة أقوى رجل بحريني والتي شهدت تسجيل مشاركة كبيرة تعد الأعلى حتى على مستوى بطولة العالم وأضاف سموه أن هذه الرعاية من الجهات هي نابعة من المسؤولية الوطنية تجاه المجتمع البحريني الواحد لتعزيز الأواصر الاجتماعية والتعاون والتأكيد على الوطنية بين الشباب والسعي الدائم في تشجيعهم نحو مارسة الرياضة كوسيلة لحياة أفضل وتشكيل فرصة لإطلاق طاقاتهم الرياضية واختيار أبرز العناصر لتمثيل الوطن في المشاركات القادمة مشيرا سموه إلى أن ذلك كله يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالشباب وأكد سموه أن المجتمعات المتقدمة تضع الرياضة دائما كوسيلة تحقق العديد من المنجزات على مستوى رعاية ودعم الحالات الإنسانية وذوي العزيمة ولذلك وجهنا اللجنة المنظمة العليا بتخصيص رعي هذه البطولة لدعم مرضى السلطان واعتمدنا مشاركة المكفوفين وكبار السن مؤكدا سموه في الوقت ذاته أنه مستمر في إطلاق المزيد من المبادرات التي تثبت أن البحرين وجهة حضارية في الجانب الرياضي والإنساني وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة بتكريم الشركاء والرعاء واللجنة المنظمة العليا في بطولة أقوى رجل بحريني كما كرم سموه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي قيمت على هامش البطولة كما قدم سموه هدية تذكارية لسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس نادي الرفاع الشرقي بمناسبة تحقيقه المركز الأول في فئة الوزن المتوسط من جانبهم أعربت الجهات الرسمية وشركاء والرعاء المساهمون عن سعادتهم الكبيرة لرعاية ودعم مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة مؤكدين أن هذا يعد واجبا وطنيا لتحقيق الأهداف النبيلة التي رسمها سموه والتي تعنى باحتضان الشباب البحريني وتطوير الرياضة ودعم فئات ذوي العزيمة ورعاية الحالات الإنسانية مؤكدين الاستمرار في شراكتهم مع جميع المبادرات التي يطلقها سموه ترجمة نانسي قنقر